بإعلان موته تارة وبإصابته بتلقي ناري تارة أخرى يتصدر الملأ أخطر منصور زعيم حركة طالبان أفغانستان المشهد الإعلامي والسياسي في بلاده ونقل مراسل الحرة في كابل عن مصادر رئاسية قولها إن منصور توفي صباح الجمعة متأثرا بجروح أصيب بها يوم الثلاثاء الماضي وتشير تلك المصادر إلى أن منصور الذي رفض فصيل منافس زعمته للحركة توفي في مستشفى بمدينة كويت الباكستانية نتيجة إصابته أثناء اشتباكات بين أنصاره وأنصار قائد آخر في الحركة يدعى الملأ عبدالله في أحد ضواحي المدينة الباكستانية وتنفي طالبان باكستان تلك التقارير بوصفها دعاية من أجهزة المخابرات الأفغانية لإحداث حالة من الانقسام داخل الحركة ولا يأخذ الكثيرون نفي طالبان على محمل الجد بسبب السرية التي أحاطت بوفاة مؤسس طالبان الراحل الملأ محمد عمر التي لم تتأكد سوى في يوليو تموز الماضي بعد عامين من وفاته واتهم السفير الهندي في أفغانستان المخابرات الباكستانية بالسعي إلى نقل زعامة حركة طالبان الأفغانية إلى شبكة الحقاني التي يقال إنها أكثر دموية وقربا من باكستان ويشغل زعيم الشبكة الملأ سراج الدين منصب النائب الأول للملأ منصور ما يعني أنه مخول لتولي زعامة الحركة ويذكر أن محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية والحركة توقفت في يوليو تموز الماضي إثر إعلان وفاة مؤسس الحركة وزعيمها الملأ عمر ومنذ تولي الملأ منصور الزعامة تعاني الحركة من انشقاقات داخلية يبدو أنه راح ضحيتها وذكر مسؤول أفغاني طلب عدم نشر اسمه أن الإنقسام يضعف الحركة وأنهم إذا لم يكونوا متحدين فسيكون من الأسهل إقناعهم بالسلام أو تصفيتهم على حد تعبيره